من صدفان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد من برنامج كل يوم بيومه قبل ما ندخل إلى موضوع حلقتنا اليوم بدي أتوقف بيلي صار مؤخراً وبالساعات الماضية بأرصاخ كرباخ تقول كلمتين وبس وما رح علق لأنه الوجع كتير كبير والجرح أكبر عند ناس فقدوا الإيمان بوجودهم وبأرضهم وبناسهم وبالإنسانية بدي أقول لعبة الأمم لعنة الشعوب ولعنة الحق بدي روح إلى لبنان بدي نسأل عن لبنان يلي هو كمان موجوع وما بعرف إذا لعنة لبنان هو بناسه أو لعنة لبنان هو بقدره أو لعنة لبنان بفشلنا كلنا عن لبنان عن اقتصاده عن سياسته عن شعبه عن وضعه الاجتماعي مع ضيفنا مؤسس الدولية للمعلومات الأستاذ جواد عدري أهلا وسهلا فيك بأول لقاء عبر صدفان وإن شاء الله هاللقاءات تتكرر لبنان هو شاغل نحنا منفكر أنه شاغل الكون منفتش بالتاريخ حتى تاريخنا كل واحد بيكتبه على زوءه وحتى تاريخنا كل واحد بفتش عن زاوية ينبسط فيه اليوم أنتوا بالدولية للمعلومات أو نابوا بالتحديد عم تعيشوا بيروت ببيت بيروت هيدا الكتاب التاريخي اللي ما نكتب بعد عن بيروت عم نشوفه بصورة جديدة لبنان شو هو لبنان ومين هو لبنان وهل لعنة لبنان بناسه أو بموقعه الجغرافي أو بصراع الدول مثل ما أنا ولعبة الأمة حلو كتير السؤال فينا نفوت بنقاش تاريخي وفكري وعقائدي وسياسي عن شو هو لبنان وهون بصير في تنازع بين المؤمنين بأن لبنان أبدا سرمدي لا يزول وهو رسالة وهو نذكر بالإنجيل وبين الناس اللي بقول لبنان هو جزء من كل في المنطقة وبالتالي بندخل بين القومية اللبنانية والقومية العربية والقومية السورية والآخرية وفينا ننظر بشكل اللي حضرتك هلأ بالابتدأتي في الحديث هالمنطقة كلها فيها ثلاث لعنات اللعنة الأولى هي الجغرافيا موقعه اللي كانت هي سلة الوصل ما بين الشرق والغرب تاريخيا بسبب جغرافيتها اللعنة التانية هي النفط والغاز اللعنة الأولى هي الحياة الأولى 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 هي الدين والطوائف يعني من هون طلعت الأديان فيها تكون بركة وفيها تكون لعنة نحن ضحاياها يعني لمن محل ما ولد السيد المسيح تحتل الأرض وبيجوا ناس تانيين من بلاد مختلفة بيهجروا الأهل الأصليين بيقعدوا محلهم وبيصيروا يحكونا عن الخبريات اللي هني اللي نحن بنعرفها أكيد بنعرفها بواقعيتها تزوير تاريخ بالزبط لمن نحن من نتطلع على صراعاتنا بين بعض اللي واللي هي نحن نسميها صراع الطواقف بس الحياة هي مش صراع طواقف لمن نتعمق أكتر نحن حقور شغلي يمكن هتفاجئ شوية بالنس نحن أنا ما بعتقد اللبنانيين طائفيين يعني عكس تماما وأنا من الناس اللي كنت فكر أنه نحن مزبوط أنت بتقول حلق شيعي سني درزي ماروني أرمني مسلا بيكون حد يصلوا مئة وخمسين سنة من أيام التهجير من أيام مأساة أرمينيا بنسميه أرمني هو لبناني عايش هون يعني مش هاكل أخطاء شائعة بس الحقيقة فعلا نحن نلحق القوة الأقوى اللي هي الزعيم وحيث يذهب الزعيم نذهب بالتالي اللبناني عمل خيار أنه هو خيار عاقل مش خيار مجنون على المستوى على المدى الطويل خيار غير مجدي ولكن على المدى الأصير مجدي أنه أنا وين بدي روح أنا بمشي فيه عندي زعيم عندي مرجعيتي أنا بنتخبه بأيده هو بيجي ما بدي أعرف شو عم بيعمل هو بس بدي عندي مشكلة هو بدي يحلل ليه عندي خيمة عندي هالخيمة ها بالزبط وهو بيدوروا الزعيم بيكلف مدير مخابرات الجيش مدير الأمن العام حاكم مصرف لبنان أنتوا ديروا أنا ما بدي أعرف ما بدي أنتوا ديروا أنتوا هيك بس أطلبوا كل شيء كنت أعملو فبيفوض إدارة الداخل للتكنوكرات من هلالين اللي هني البرقاطيين اللي هني موجودين كموظفين بالدولة وبيفوض المسائل الكبرى لدول الخارج هاي دي العقلية اللي حكمت بالبلد وهي دي اللي خلتنا أنه لما بتقول لبنان شو هو لبنان البدنية نحن لبنان بدنا نعترف أولا أنه بدنا نعرف التاريخ الحقيقي للبنان التاريخ الحقيقي للبنان في شيء كان اسمه جبل لبنان اللي منسميها لبنان الكبير اللي هلأ ما تروح بقسط الفيدرالية وصعب نرجع الزاكرة دائما يعني دائما بتحرضنا أنه نرجع هلأ ما نشوف في عالم بيقولوا أنه وقته نحن شو قرينا بالتاريخ قرينا أنه المسيحيين كان بدن لبنان والمسلمين كان بدن لبنان مع سوريا يعني مع الملك فيصل الأول وقته أو مع جورو اللي هو اللي هو أب الولادي اللي هو والبطرق حوية يعني اللي أنشأوا لبنان الكبير الحقيقة للي حقيقة مش هيك الحقيقة هني زعمة مسلمين حسوا أنه هني إذا بدون ينضموا لفايصل الأول رح يكون دورهم كتير بسيط مع سوريا فهني إنهم المصلح يكون يكون إنهم الحيز الجغرافي أصغر وبكونوا عندهم شركاء وبكونوا عندهم شركاء والمسيحيين بان هلالين كله هدا عم بقولوا بان هلالين يعني لما بنعرف نحنا أنه خيوا للبطرق حوية نفتوا فرنسا وكان ضد ضد إنشاء لبنان الكبير وقتا كان فيه ناس عم يدعو فيما بعد حتى بعد التسعبية وعشرين كان فيه ناس مثل أميل قدي عم بيقول لخي نحنا ما بدنا بدنا نضل الجبل لبنان ما بدنا ترابلوس وبيروت وصيدة والبقاعش وهو دي ما بدي يهم أنا بحكي فرنساوي أنا ما بدي وأنا مشي حالي هيك يعني هدا كان صريح كان واضح أنا برأيي بس شو هو خيارك لبناني استاذ جواد إنه نرسم الخارطة اللبنانية أو إجرى مرحلة ما كانت عم تتقسم المنطقة وكل دولة من الاستعمار كان بدأ نفوز لبنان ما نعطيه للفرنسيين بس نشوف كيف نرسمهم الخليطة سوريا كيف نتخلى عن إسكندرون فلسطين مصر ذات الشي كل واحد أخذ حصته مش نحنا رسمنا كان في بس التاريخ اللي القصة اللي رويت لإلنا البطولات أصدق البطولات بس بيقولك مثلا بيقولك أبطال الاستقلال طيب مع كل الاحترام لكل هالشخصيات لا كان في استقلال ولا كان في أبطال يعني هدا في كتاب الجنرار سبيرز بيقول أنا عملت استقلال لبنان وبيحكي لنا بالتفصيل كيف عمله يعني هون كمان أنا بحب دائما الاستشدفيلة كمان الصليبي بيقول أنه الدول الصغرى الأمم الصغرى ما عندها ترف تخترع أساطير مفروض يكون تاريخة واقعي بينما الأمم القوية والدول الكبيرة بتعمل الأسطورة اللي بدا إياها وبتعملها حقيقة يعني بتصير هي قادرة لأنه يعني خلقوا الأمريكان خلقوا المؤسسون لباق المؤسسون لباق المؤسسون كانوا يعني مش كلهم أديسين كانوا يعني وما كانوا بس نحن هلأ صرنا نطلع يقولون هو دي أبطال وعظمين وكذا وأمريكا قصة كبيرة معنا ترف نعم الأساطير بس ما نعيش في الأساطير بالضبط هلأ نحن هالأساطير اللي عم بتفرقنا نحن منعرف نحكي هون دور نابو مثلا ودولية المعلومات كان إنه تعالوا نحكي الأمور مثل ما هي تعالوا نحكي بالأرقام تعالوا نحكي بالوقائع التاريخية ما تقول لي هدا قديس أو هدا خائن قل لي شو عمل بالواقع وبعدين بدك تعطيه أنت بشي مثل ما بدك وخلي الناس هني أروا رأي العام هو كل واحد يتقدم له المعطيات وهو يبني لما بيكون نظامك التربوي مؤسس بهالطريقة هاي بصير في وعي بصير يعني منعرف شو هو علم المنطق منعرف إنه إذا أنا عم بقلك إنه على سبيل مساء بتحك على كلمة المنطق لأنه ما في شي منطق أهم عمل أهم عمل أنا برأيي أهم عملين بيعملوا بالنظام التربوي تبعنا تدريس التاريخ والجغرافيا كما هي بدون مشاعرنا الجياشي وعلم المنطق إذا بنمأسس إذا الطالب من هو عمره خمس سنين بيعرف هالشي هدا بيعرف إنه تعطي خبرك أنا بتذكر أنا أكد بالشمال كانوا يقولوا غابة الأرز وتقع بها المكان وجبل الشقع ويقع بها المكان طب أنا كنت عم بيسبح عن جبل الشقة أنا ولد صغير عن ترابلس بهري شكا هالمنطقة في جبل الشقة حدي ولا مرة الأستاذ قال لي هيدا جبل الشقة عم بيقراب عم بيقراب الكتاب وإحفظ عنه أنا عايش فيه يعني إنه بدي هالقد غابة الأرز بتبعت ثلاثة أربع ساعة سواء لاي ما بنشوفها على يعني نظام التعليمي أنا بخرجوا عن الموضوع لا بس هو جزء من كفاية السؤال لأنه نحنا كيف بدنا لبنان أي لبنان نوريد هذا السؤال نحنا هلأ لما بيطلع لك مثلا بيقلك أنه أنا ما بدي أدفع ضريبة لأنه الدولة ما بتعمل لي شي ما هو نحنا متفاهمين عن الموضوع نحنا العثمانيين لمن كانت في الامبراطورية تبعا واحتلونا واحتلين المنطقة كان إذا أنا متعصب مسلم بني هلالين كمان بيسميها الخلافي وبسمي الفرنسيين الانتداب يعني لهذا احتلال ولهذا احتلال حسب وين بينما هي عمليان احتلال الثاني محتلين إذا عم درس تاريخ بدرسوا هيك ما بدرسوا إنه هذا علم المنطقة بقول أي دولة بتحط نفوذة على دولة تانية وخاصة بإدارة عسكرية بكون محتلة هي قصة إنه نجي لما نعرف تاريخنا الحقيقة لما نجي هلأ نحن نتطلع إنه الفدرالية على سبيل المثال هلأ مثلا أنه بيحكوا أنت مع الفدرالية أو ضد الفدرالية ما حالا مننا فهم شو هي الفدرالية وأي فدرالية وأي فدرالية بدك إياها إذا ما نحكي بالفدرالية فرجيني كيف نجي منقول أنه أي مثلا أنه مش كل العالم عم تدفع مصاري لا مركزية الإدارية المالية الموسطة دخل الدولي أغلبه بيأتي من الجماريك بيأتي من التباقة وبيأتي من العقارية يعني معروفه دخل الدولي أغلبه من أين بيأتي بالتالي صار 70-80% من دخل الدولي جاي من عمة الناس اللي هني أغلبهم مسلمين أنت إذا عبتتخيل أنه بس الكهرباء القصة بتضيع إذا جيت أنت تقول أنا بدي إنتكيل وأنا أنا بعت بنظل للمركزية الإدارية هي طريقة للإدارة هذه مقلة علاقة بالفدرالية أنت بتختار ساعتها شو الطريقة تقول شو أسلم طريقة تدير هالبلد بس نفكر أي بلد بدنا نجي نحط النظام لإدارته إذا أنا بدي اطلع عليه عنا ألف و أربعين ألف و ألف وخمسون بلدية رامتها دقيقة بس مش حافظة روح من البلديات طب هلأ لبنان ما نوبي حاجة لأكتر ما يكونوا خمسون بلدية تعود ندمج البلديات لا ما فينا ندمج البلديات بتزاعل الضياء بتقوم القصة بتزاعل الجباب وبتزاعل العائلات وبتزاعل فإذا أي لبنان تريد بدك تعمل إياه فيدرالي أو كذا أو تعمل هيك وأنت مش مستعد تضم عشر بلديات على بعضهم تعملوهم بلدية وحدة لأنه كل شي مشترك المي والكهرباء بينياتهم والطريق مشتركي والآخر وبعدين بتعمل بصير العالم بيشتركوا بقراراتهم بيجي رئيس البلديات أمنوا لك بدل عنا هيدا أمنوا لك اتحاد بلديات اتحاد بلديات هو هو هاي طريقة لبنانية بلا شي إنه بلديات بس الاتحاد يعني بضم عشر اتناشر بلديات بس بلا نعمل شي غير العالم ليش الامف لما بتجي على لبنان اللي هي عادة الامف مين بيأيد الامف بيأيدوها كبار الرئيس الماليين لأنو الامف هي تعتبر إنه عم بتدير القصة المالية بالشكل النظام الرئيس المالي الاخري بيأيدوها السياسيين لأنو هاي بتريحوا المفروض بالعالم كله بترجرون الامف بتاعوا وساعدونا نحنا مقابل مقابل شو بس مين كان ضد الامف بلبنان السياسيين وكبار الرئيس الماليين وصار اليسار مع الامف اللي هو بيأتبر الامف هي اليد الامبريالية صارنا نحنا نقولهم لالامف لما بدنا نقش وانو لا 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 بلبنان هاي ما بتمشي اللي عم تقولوهم لبنان غير شكل لبنان بدو وضع خاص لأني أنا ما بدي ارفع السرية المصرفية عن حسابي كزعيم كسياسي بده بس انو نحنا مش نحنا مش مختلفين عن العالم نحنا مثل يعني هاي قصة الخصوصية اللبنانية اللي بين هلالين اللي علمونا ياه انو لبنان هو شي مختلف يعني لبنان طب الهند فيها شي أربعمائة دين ولغة وأثنية يعني نحنا عنا هالخمسة ستة كم واحد يو لبنان مثال التعايش ايا تعايش نحنا اذا كل عشر ستين نقتلنا مئة ألف مئة ألف من بعضنا وبعدين ممنوع مع بعض ويا ايا تعايش وما عندي ثقب الآخر وعندي هاجز من الآخر ويا تعايش كل يوم انا بربحك بالجميلة انو انا موجود وانت بتربحني الجميلة انو انا قبلين فيك عنجرات خيارة نحكي مثلا هي كلمة تعايش كلمة الحقيقة منا مظبوطة يعني مهينة لحد كبير العيش الواحد كيف لازم تكون انو احنا يا وطن يا بلد يا وطن يا مش وطن هدا لبنان اللي عم نحكي عنه اللي فيه بيطلع لك حدا بيقولك هدا بطرك حوائك وقروه هني اللي عملو بتاريخ هاك بيقول واقع هاك وغير هاك غير صحيح كانت فرنسا مت ما تفضلت فرنسا بالمناسبة اختلفوا مع بريطانيا على حدود الجنوبية تبع لبنان ولولا فرنسا كانت حدود اسرائيل اليوم عند صيدة واصلة اختلفوا هني والانجليز وصاروا يدفشوا فيه خرايط يعني فيه واحد يرجع له فكان الفكرة بس هدا البلد نوجد وصار موجود وصار حقيقة وبلد عمل اشياء كتير حلوة طلع فيه هالجامعات طلع فيه هالمدارس طلع فيه المطابع طلع فيه الطب طلع فيه الكتب الحرية الانتقاد والتحرر وكله هدا طلع بهيدي البلد اذا نسميه كذب كذب كتير حلوة كانت وهيدي حرام نحنا هلأ نتبحها بكرهنا لبعض وبهالطريقة اللامسؤولة بالتصرف يعني نحنا لما بتصير فيه حرب أهلية بروح ضحاياها عشرات الالاف او مئات الالاف وما منقعد مع بعض بعد ما وقف وقفت المدافع وطب ليش عملنا هيك ليش صار معنا هيك وانا بجي لعند شاري بقول له انا غلط معك انا هجيتلك بيتك انا عملت معك هيك سمحني هي كله ما صار صار انو نحنا هاي الحرب خلصيت ما بدنا نحكي فيها بدنا نعفي عن المرتكبين بمعادلة حضرتك ذكرتها استيجرواد حضرتك قلت نقو الزعيم هو يكون الخيمة بالزبط والزعيم مع الزعيم التفقوا يصطف له الناس هاي 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 المصالحة صارت زعمة مع بعضهم وقررنا وقررنا انو بدنا نعمل هونج كونج بلبنان قررنا انو نحنا بدنا نعيش بلا يعني نحنا ممكن بعمكر انو من الحرب العالمية التانية صارت الانجليزي والفرنسي والالماني عاشوا سنوات طويلة بشح بقلة بشي لا يصدق من القلة كانوا لانو عم بيرجعوا يعمروا بلدهم نحنا لا نحنا العالم مجبور يديننا نحنا بدنا نعيش فوق امكانياتنا وبدنا نتدين لانو رح يصير في سلام مع اسرائيل قريبا ما يهمك يعني هم نرجع لعقلية الكازينو اللي عم يدار فيه البلد هاي دي المقالية اللي كتبتها بالالفين واتمانية نعم وبعدها هاي زي هاي دي كان كان عم تتوزع الجوائز لحاكم مصرف لبنان لبنان انو نحنا المواطن صفر في الكازينو كنت عم بتشوف كنت واضحة 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 انو نحنا بدنا نقع بس امتينو كيف نحنا بسنة سنة تمانية وتسعين صدر كتاب عن دولية المعلومات كتبوا الدكتور عبدالله عاطية اللي بيقول عن مخاطر العجز على الوضع الاقتصادي وعلى الحريات بثمانية وتسعين كنا عم نقول انو هاي الموضوع بيوصل هلا بالالفين بعد انصار في باريس واحد باريس اتنين باريس تلاتة كيف ينعاش بعد انصار في الالفين واتمانية الانهيار اللي صار بامريكا كله كان لصالح لبنان ما لبنان بوجود الأردسين الكتار بيحموه بس الأردسين عندهم شغل تاني يشتغلوه غير لبنان يعني مش انو يعني لابد كان بنا نقع السؤال كان ايه السنة وهاي محرفية يعرفها كان لانه فيه ظروف لانه فيه انتخاب رئيس الجمهورية انا بليك لارجح لا لا انا رح قصلك سؤال تاني ايه السنة كان بني انهيار لبنان بس فينا نعرف انو انهيار لبنان اجا بترتيب تقاطع داخلي خارجي بمطالب خارجية مع تعنط داخلي بملفات دقيقة البعض بقولوا كان التوطين وكان الغاز وكان السلاح المقاومة ثلاثة عنوين سرعت بانهيار لبنان ولو من هيك كانوا عملونا كمان انعش بسدر لبنان بمبعال شو كانوا عملونا انعش هو يعني اللي بدو يحلل الانسان بالمنطق بيقول انو الانهيار صار نتيجة سياسي مالية اقتصادية سيئة هي ليش سيئة سيئة لأحد الأسباب هو عدم المعرفة في ناس عن جد ما يكونوا يعرفوه والكازو نشتحلون للمستمعين شو أصلاك لك؟ عدم المعرفة والطمع الطمع الفساد الجشع شو ما بنا نسميه نسميه هاو دي مسببات أساسية بس نحن بلبنان انا بتذكر مسلا كنت احكي مع أصحاب انو من عشرين سنة يعني انو ما تخلو مصاري بلبنان اذا انت بتكل على انو على الفايدين نسيل الفايدين احفاظ مصرياتا كله بصفر بواحد مي برا لانو خلان نعمل ضغط على هيدا النظام انو ما يضل ميشي هيك كي كلوا هنلا بعرف موديل البنك كلهم يعرفوا مودرة وهو بيخلصني بعقلية الكازينو هيدا المقال المواطن صفر في الكازينو بتفوت على الكازينو الكازينو بيكون كتير جو حلو الموسيقى حلوة طريات كريستال حلوين الصبايا والشباب على اخر طرز اصوات المكنات واصوات الرولاء وكله عم بيلعب فيه وفيه كمان قاعة خاصة للمعه مصاري كتير محدة بيوعب فيها كله موجود وبتلعب بس اللحظة انت بس تفوت بتشوف في فياش وهيك وبتشوف شوية مصاري بالصندوق بس هوري هني هاي وقتا كتبتوا المقال انو اللي عم بتشوفوه هدا عوج وهنا ما فيه غيره ما تفكروا في شي تحت بس تروح تطقبض الفيش راح تعرف انو ما في مصاري انت عندك بس هدا الفيش وافضل انو ما توقف اللي بيوقف يعني كان اللي بده يوقف اذا كان ببنك كبير بيتقوص ممنوع توقف بيقضل تلعب معنا لان هاي بيفضح اللعبة واذا كان حدا تاني من المودعين الكبار نفس الشي يعني بيقضلوا قاعدين تلعبوا كله متورط كله متورطين كله متورط وكله عم بيلعب على اساس انو هو ربحان وبس يخسار بيرجع بالدينة زيادة تا يعوض ربحاته لليوم اللبنانيين جزء من العدم وعيون للكيرسي اللي صاري جزء منها هي عالية الكازينو اني انا هني عارفين ضمن اني انا رحت على الكازينو بط فيدي عشرة بالمئة وخمستاش والشري ما كلا اسم ببضها لقد ما هو دي مناح هلأ راحوا لأ هلأ بدي ارجع عوضهم هتجي والقتي مرة تانية هتجي هتصبط معي هالرقم فلاني انا بستبشر فيه لو بعت اللي فوقي والتحت اي عم بيرجعوا نفس الشي هلأ عن جديد لايك الوضع كتير نيح بالبلد محسن الوضع المطاعم ملياني طرقات كذا خلص هيرجع لبنان بس كان بعدنا بعقلية الكازينو اكيد لانو ما عدنا نشوف طب تا عملنا حرب ما حكينا مع بعض طب هلأ حرب تانية اقتصادية مالية بتاعوا نشوف شو اسبابها ولا وصلنا لا لا وكيف نرجع نعمل حدا بلد بصير فيه الكازي اللي صارت صارنا اربع سنين ما بيقعدوا المسؤولين الكبار مع بعضهم يقولوا نحنا غلطنا ما حدا بيقولوا للتاني انا بغير الطريقة بغير الطريقة بغير الاسلوب بس انو بعدنا عم بلعب بزر ابدا وبعده بيسبوا بعضهم وبعده ما بيقولوا اخسر له طلع كبير وقلوا لفلان انا بدي اخسر لألك مبروك عليك روح عمالي بدك تعمل مبروك مبروك خدم وشوف شو بده يصير يعني عدو نحكي كيف بده نبني البلد هذا الشي مصار هالحليس مصار خسرنا طيب خسرنا قبط شوف انا نعمل هلأ ما بنعمل شي نقعد نتفرج بس على انو نقعد مش مخجل انو نحنا في خمس دول بتجتمع نحنا مش موجودين نحنا مش بيناتهم تقرروا عن لبنان وبعدنا بيجي حالة بيقولك السيادي ايا سيادي ايا سيادي لمن انت مستعد تروح تكتب تقارير ضد زميلك السياسي الاخر لمن انت بتطعن الحزب الاخر قدام السفراء والبوفدين الاجانب شي مرة حدا من الاجانب حكي على رئيسه قدامنا شي مرة حدا من الاجانب حكي على هلأ حزب هؤلاء الاجانب اصلا عندهم عندهم احزاب وعندهم مشاكل وعندهم قصص بس انا ولا مرة سمعت من حدا ايا كلمة ولم ندير الحديث خبرونا عنكم بيغيروا الحديث فنحن الخوف انو هاي عقلية الكازينو بعدها موجودة وهي عقلية الكازينو بتفسر رديات الفعل من قبل المسؤولين الكبار ومن قبل المواطنين العاديين انو بالكازينو بتروح بتخسر بتربح هاي ورقتك بتجي ورقتك ما بتجي ورقتك هاي استاذ جواد عدرة باللي تقدمت فيه راح تتابع يعني نحنا ما في عنا امل نغير عقلية الكازينو ببناء لبنان او باعادة استعادة لبنان بشكل او باخر لكن كمان النزف بعده مستمر فيه نقطتين اللي بتابعك على الاكس وسابق عن تويتر بلاحز انو في عندك ملفين هيك كأنك مفوكس عليهم مركز عليهم صارلك فترة عم تحكي عن الانجي اوز شو هن من ضمن الكازينو يعني هن لاعب اليوم لاعب جديد شو دورو ادي عم بحط ادي عم بيشيل مين البمولو طي يلعب كمان لانو بالداخل كنا نعرف انو مين بيمولو مين هن كيف عم يلعبو هي الاساس لفكرة الجمعيات الانجي اوز الحقيقة هي العلاقة بموضوع بناء الدولة والقصة المجتمع يكون متماسك يعني بالاساس لما انا بشوف جمعية حتى جمعية خيرية ممتازة بس دينية طائفية انا هون في عندي ردة فعل انو هذا الشغل لازم يكون للدولة الشغل لازم يكونها جزء من الانوء يعني الانوء يعني الاوانين والواجبات طبابة تعليم انا اذا بدي اتعلم او الطباب مش مفروض روح عند لالي الكنيسة ولا اللي عند الاوقاف او عند المقاصد اسألن على مساعدة مفروض دولتي هي تأمن لي هالشيء فبالمطلق هدا يعني لازم يكون جزء من موضوع بناء الدولي مش معناها واحد يكون عدائي لها الجمعيات يعني انا فيه واحد يعمل خير خلينا مميز يعني فيه جمعيات عم تلعب دور يعني لا لا طبع يعني فيه بس الانجي اوز يعني بالتحديث كأنه انا متل ما فهمت يعني اللي ولدت بعد الازمة انا عبحط دائما انجي اوز بالانجليزي كمان انجي اوز لانه بقصد الممولين بشكل خاص من الخارج اكتر شيء واللي هني لما نحكي مجتمع مدني مثلا مش كلمة المجتمع المدني متداولة كتير طب مين المجتمع المدني ما كلنا مجتمع يعني شو انا عسكري يعني مجتمع عسكري شو يعني مجتمع مدني المجتمع حكما مدني ديني فالبس صار فيه قصة انه انا انجي او مثلا الانجي او في عندك منصات العالمية الممولة من الخارج اللي هي واللي قوية كتير وعندك الجمعيات اللي هي تعني يا بقصة الموضوع الجندر او او حقوق الانسان او انا بتذكر اول ما طلعت قصة الجندرة والجندر من خمسة عشر سنية ممكن كنا بمؤتمر وسألت انه ليش ليش جندر ليش عم تقول شو كلمة الجندر اه لا جندر شي غير الجنس ليش الجندر ليش الجندر ليش الجندر طب كنت تحكو حقوق كذا تقول حقوق المرأة مثلا حقوق المرأة والرجل المتساوية خلنا نحكي طلع اخر شيء كان في اعتراض بالجامعة العربية انو ما بدنا نقول تساوي المرأة والرجل متساويين من بعض الدول فصاروا يلاقوا فتاوي على قصة مثلا الحوكمة في حكم نازيه وفي حكم فاسد شو الحوكمة بتعطن حوكم وتعطن نعمل ما بدنا نقولوا الحكم الفاسد الرئيس الفاسد الملك الفاسد اللي هو لا ما بدنا نقول هيك شيء فمنجي منلجأ لهالتعابير العام مثلا حقوق الانسان يعني انا هلأ كنت عم بيحكي انو علقت على شغلي انو حدا بترابلوس فاتوا على مكان على عيادي واقع زكري وجرة الغاز وهي الصحي هيك صارت معي بس اذا بتحبت تقولنا لأصدقاء المستمعين مش هما يقولوا عم نعمل الغاز يعني انو بيفوت شخص وبيتوجه للطبيبة هونيك بطريقة مش حلوة وانو انو انت ما قالكم الحق وهيدي ترابلوس بلد الاخلاق والاخره فيه ما بعرف شي عن الجنس والجماعة هايدي عيالي تعني بها الشأن انا ما بعرف من الجماعة ولا شي بس انو يعني حسات شي غلط بالمقابل بنفس الوقت بيطلع منصة اعلامية اخرى تعطيه محاضرة لهالانسان على حقوق الانسان وعن الجندرة وعن الخبرية كلها هايدي وفي واحد بيحكيني بيقول لي انا عمفكر انت حر لانو ما معي اشتري جرية غاز لولادي تعطيه الامن تطبخ لهم الموضوع هون الموضوع هادا الموضوع مش الموضوع نفوت على معارك جانبية الهاء مش معناها انو الحرية لا تعني لا الحرية لا ومقدسة واللي بدك ايه بس هلا انت يا انجي او فاضي لكل شي مطمئن لكل لبنان عند هالخبرية كانت انك تاجم لهذا اللي ما بيعرف اللي راح يقول هايك انو تنتقدو وتعلمو عندو وقت عندو وقت صحح له ويعلم لما منيجي منيحكي على قصة انو على سبيل المثال انا يساري ومتطرف بيساريتي وماركسي وعندي انجي او بس بيمولني جورج سورس ايه شو خاص هاي هاي مقلة علاقة كيف مقلة علاقة جورج سورس هو مثل جيد للنظام الرئيسمالي اللي انت ضده مفروض طب كيف خدت مصاري منه بدي وصل افكاري بعدين انت اللي عم بتقوله ل اللي عم بتقوله لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء ولرئيس جمهورية انو انتو مش شفافين وما عم تنشر تفضل انشر لي انت كيف عم تصرف بصرياتك هني محصنين غير ملزمين بالانون بالانون ملزمين بالانون مفروض يقدم موازنة وكل شي بس هلأ مين عم بتابع ومين عم بلاح من يجرؤ من المسؤولين يواجه انجي او صغيري وحدة لانه بيطلع له وبيقول له مثل هلأ مثلا تكون زميلات لقالك وزملة لقالك انا اعلامي ما فيك تحكي معي هايك ليش انت اذا اعلامي انت انت شو هالشي بيعطيك انت مسؤول انت مسؤول عن كل شي بتقدمه انت مسؤول عن كل شي عم تحكيه انت لما شتم العالم وروح تحطيه وتعطيه الماكروفون انت يشتم انت لازم تخليه انت لما بتصور دم نازل وشقف بالعالم ما لازم تخليه يعني هدا كله الحديث انه انه كلنا مورطين انا عم بحاول ارجع اذا ما ارجعنا انت سألت انا لما بطلب من السياسي ان يقوم بشغله مزبوط انت بالطبيب عم بيقوم بشغله مزبوط المحامي عم بيقوم بشغله مزبوط القاضي عم بيقوم بشغله مزبوط ما حدا عم بيقوم بشغله مزبوط هيا مش تعني انه المسؤولية الكبرى تقع على اصحاب السلطة اكيد وهبوطا رجل رجل الاعمال بين هلالين هلا مثلا بتقول شو بيشغل رجل اعمال طب العمل شو بيشتغل شو اعمله بتقول عنه عنده مصنع او عنده مزرعة او عنده سيدلية او عنده اوكي طيب بسميه رجل اعمال بيقوم بينتقذ الدولة بس هو كل امواله اجد من غياب الدولة يعني لو لا غياب الدولة هذا الرجل اعمال لم يكن عنده اعمال كله مكمل بعضه هيدا الكازينو بتربح شوي بتربح اكتر اذا لاعب شاطر راعب مش شاطر هي المعادة بس بالانجي اوز تتحدى حضرتك استاذ جواد ولحد هلا ما فيه اوقات واتا اقرا حضرتك عم تكتب عم بحس انه الانجي اوز اشباح مش حدا مش حدا يعني ملموس لا لا هلا فيه نحنا بلبنان عندنا حوالي عشرة الاف جمعية في ارقام يعني عم نحكيها الارقام تقريبية عشرة الاف جمعية مسجلين هلا يمكن الناشطين يكونوا سبعة الاف او خمسة الاف بغض النظر اذا خدت عدد اللبنانيين المقيمين واصمتي على عدد الجمعيات بيطلع فيه جمعية لكل اربعمائة لبناني لازم نعيش بالف خير يعني معناته نحنا وضعنا ممتاز يعني طيب هون بيجي دور الوعي انو نحنا نوعى هاشي ودور اكيد وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية الوزارات المعنية انها تقوم بدورة بضبط هالامور نحنا ما عم نعمل سلطة بمعنى يعني نوع من القمع للي بديو عمل الجمعية بس ما فيك انت تاخد معاش ومرتك تاخد معاش وولادك ياخدوا معاش بالجمعية مثلا ما فيه قريبينك يكون عندهم هيك ما فيه الجمعية تكون عم تاخد ملايين ملايين الدولارات من الخارج تحول عم نحكي عن ملايين تحول وتروح تحضر لي انت وما بتعلن عنها انت بيش لا انا حاطط انا انه انا بتمول من كذا لا لمن انت يعني على سبيل المثال انت ما فيك تاخد اموال من اذا فيه حدا عم بيقمع الحريات يعني مثلا انا خدني عندي مثال كتير هدا هلا اتذكرتم اللي اسس وكيليكس اللي هلو عم بيتحاكم هلا واللي يمكن يرجعوا يسفروا على امريكا سمعت حدا من كل جماعية حقوق الانسان هون والمنصات العالمية العظيمة ذكروا اكيد لا لا انت حريص على صحفي بدمشق او ببغداد او ببيروت او الصحفية او كذا اذا حدا قال له المرحبة بتهجم وبتعمل كذا وهذا الرجال ما بيستحق ولا كلمة منكم بمنطق الحريات دافع عن الحرية تفضل لن يجرؤ لانه بيوقف التمويل يعني التمويل مشروط حكما مشروط هني معلن مش انه يعني يعني مش مخبة هني اللي بديوا يوقعوا بيوقعوا على شروط معينة بعدين انت لما بتروح يعني مين قالك انه هلا الاولويات بلبنان هي الجندرة مثلا على سبيل المثلات او المثلية او المثلية يعني اللي قال لي هو توفر المال لا لا فانا بدي تجيب المال وهو كمان ترند عالمي بس نحنا يمكن ترند لازم يكون شي تاني لازم يكون كلنا عم نركز ليش الانهيار صار بلبنان وكيف طريقة النهوض بتاعوا نحط مصارية لنبحث عن هالموضوع فقط لغير وبعدين متعامل مع الامور التانية مثلا نحنا بحكم الانجيؤوس نحن محكمين لا 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 ما نعطيهم لا ما نعطيهم ما نعطيهم اكثر لانه اموال ما بتجي مساعدات للدولة وموضوع النزوح صلنا نعرف كيف عم تتوزع الاموال وصولا الى انه في اموال تنصرف بس على ما تستفهم وين وكيف وليش اي بس هني هني ادوات كمان هني مش مش هني يعني هلا كلنا ادوات يمكن بس انه ما يعني ما نعتبر انه هني حاكمين لا اللي حاكم هو ما في شك هو خوف القاضي من انجيؤوس تحكي عليه خوف السياسي من انجيؤوس تحكي عليه معناتها انت يا قاضي او يا سياسي ما عم بتقوم بدورك تتخاف يعني انت لازم اذا انت مطمئن لشغلك وسائق واسق بنفسك ما بيهبك كله هدا ما لازم تهتم لازم يكون عندك الجرأة انك تواجه او تهملهم لانه مش مهمين لمن بتهتم مع انت الاهود الانجيؤو مع كل الانتقالات اللي حكينا فيها الايجابية عم بيضووا على شيء عم بيقولوا هدا هون في نقطة الضعف بس كمان خياراتهم بالاضاءة بتخاوفك يعني مثلا كنت عم بحكي عن الاعلام هدي كل مرة واذا تكون انت قبل عشر سنين بس اذا رجل ضرب مرته كاف تعمل قضية رأي عام بس كل شيء فيه مشاكل اقتصادية انت ما بتضوي عليها وما حدا يفهمني انه انا مع الرجل يضرب مرته عفكرة بس لانه كانت تكون قضية رأي عام واذا بدك تتمسخر على شيء رجل دين تعمله فضيحة وإلى آخره مرة كتير قصص وصلنا للالالفان وتسعة عشر وعيوا الناس هيك فجأة والله فيه ازمة المصاري فيه ازمة النفايات فيه ازمة الطبابة فيه ازمة التعليم ووعيوا عليهم بس بسنة الالفان وتسعة عشر قبل كان الحياة كتير حلوة ولذيذة وبس هيك قضية صغيرة بتمرق على الاعلام هدي ما كانت ملفتة؟ لا طمعا طمعا يعني هي بعد بعد جريبة يعني الكوارث اللي عم بتصير جريمة الاهمال الكبير اللي صارت بموضوع المرفع يعني ناخد موضوع المرفع ازا بنا نحكي ما بعدش عالنا وقت بعد بس لا بنا بنا نحكي عن الملف بعدانا حولنا للتناشة دقيقة المرفع هلا عم بحكيه كله هدا مش موضوع ما بيرضي كتير الحديثة اللي كان الرائش في البلد هل مأساة صارت؟ هلا كيف صارت؟ وبلش نحكي ازا كانت صاروخ او كانت طيارة او كانت تفجير داخلي او كانت شي حادث شو المسبب؟ هاي دي يعني انا مش خبير ولا بعرب بها القصة ولا بدي احكي فيها لان مش هدا القصة بعرف انه صارت هالكيرسي يعني المأساة اللي صارت اول شي لازم ينعمل مش انهم بنا نعلق مشانق كلمة مش شعبية هل عم بقوله ابدا بلش يعلقوا مشانق الشباب وهي جمعيات كمان كانت داخلي فيها وافراد معينة اول شي لازم اعمله انه كيف انا اتجنب انه هاي المصيب تصير مرة تاني معناتها انا بحاجة لتغيير بالادارة المرفق على سبيل المثال بادارة مش بس المرفق بادارة المطار بادارة اي مرفق اخر يعني بشكل خطر انه اذا فيه بنزين وفيه مزوت وفيه خبرية معناتها انا لازم اعمل شي تأكد انه السلامة تكون مزبوطة طب هؤ كله ضحايا راحوا. ضحايا عدم معرفتنا كيف ندير هالهايك شر. طب تعوه نعمل شي تنصير نديره مزبوط. المسؤول منكفي. كان يعلم وكان لا يعلم وكان يعلم وكان يعلم. صرنا كلنا قضاة. وكلنا عم ننظر انه اذا كان يعلم. الفكرة مش هون. الفكرة انت كيف فيك انه هالشي ما يصير مرة تانية. وبعدها بتعمل المساءلة. عمال العقوبات ومساءلة لحالة. بس ما بتصير قصة الوحيدة هاي. بتصير. لازم قصة الوحيدة انه كيف نظم انه ما تصير مقساة ازا صار في عنا لا سمح الله زلزال ببيروت. وهيقين احنا اليوم? نعم. تاني انت للموضوع الاكتر شي متداول معك بهالكم يوم استاذ جواد عدرا هو موضوع صرف حكومة تصريف الاعمال بالسنة واحدة مبلغ من البنك الدولي يلي قالت هيدا المبلغ ما رح تصرفوه. يعني كان الوعد كل ما يجي مبلغ تقول مش رح اللح تصرفو هيدا المبلغ. خبرنا كيف وصلتو للمعلومات. يعني اسأل كيف وصلتو. لا 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 مش سري هي 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 حقوق الصاحب الخاصة لبنان لانه عضو بي بالصندوق النقد في بيدفع كمان اشتراك فيه ولاخذ. مع بقية الدول وخاصة بسبب قصة الكورونا في مبلغ معين هو إلى حسبي وإلى طريقة طلع إلى لبنان مليار ومئة وارمعين مليون دولار فكل بلد أخذ شي معين مقابل شو هولي هايدي المساعدة هاي بتيجي حقوق هي اسمها حقوق صحب يعني هي لبنان عم بيساهم بصاله سنوات يعني كأنه بجمعولي عامل عضوية بيطلع له بهذا فالحكومة قررت يعني الحكومة الحالية قررت من سنتين بالبيان الوزاري إنه هايدي ما بدت تقرب عليها وإذا بدت تستخدمها ستستخدمها في مشاريع مستدامي كالكهرباء مثلا أو غيرها فبالتالي كان في التزام يعني ببلد طبيعي وعادي لمن أنت بيان الوزاري بتخالفه يطرح الثقة فيك عم نحكي هلأ هو تصريف أعمال بس عم نحكي بالسنة الأولى خلال السنتين رسميا أرقام رسمية موجودة إذا واحد بيفتش عليه نحن نشرها الـ مبين أنه باقي مية وخمسة وعشرين حتى نهاية شهر تموز يعني نصرف تقريبا مليار مليار وخمسة عشر مليون دولار نعم نصرفوا باقي مية وخمسة وعشرين مليون يعني 11 بالمية أما واقعيا لأنه نحن صرنا بايلول بنص أيلول وحتى بقاب بتموز أو في شهر قاب مش مبين هون يعني قاب وايلول نحنا منعتقد بعد فيه هلأ حوالي 2 بالمية يعني حوالي خمسة وعشرين مليون دولار يعني نصرفنا المليار دولار نعم نعرف كيف نصرف المبلغ الأكبر رأي على الدواء يعني هون مصرفوا يعني هون مجي مش مؤامرة ومش حدا تراؤن مش مش مسرؤين لا نصرفوا دواء أول شي وبعدين بيجي كل أمح بعدين فيه القروض لبنان فيه رسوم على قروض لبنان إخداء بنك دولي وغيرها وبعدين عنا تحولات لمؤسسة كهرباء لبنان وكذا يعني بيطلع حوالي 700-800 مليون رايحين بين دواء وكهرباء وأمح وقروض هادي أمور مستدامة هادي هادي حكما مش أمور مستدامة ها حكما هدر كيف ما يعني انفاق في غير مكانه لأنه نحن عنا أولويات لازم يكون بس حدا رح يجيئ لك بتضيفي علي يا بتضيفي علي يا إذا ما صرف من هون يعني إذا نحن صرفين نصف مليار على الدواء تنقول إنه الناس بدي دواء طب انت عملت شي بتنظيم موضوع الدواء انت كرتلات الأدوية علجت الدشرة عاملة مصاري بالخمس سنين من الأربع سنين الماضي نحن ما دعمناهن وكانوا يخبوا الدواء ويرجعوا يبيعوها بعدين ويدحروا لبرا يبيعوها يخدوا ما دعومي هون ويبيعوها بروا ما عندك ها 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 الفكرة كيف بترجع بتقولهنا انت مفروض كنت تستحدث بأي طريقة ضريبة عليهم ما تطرر تستخدم هادي الراسة هلا أنا عندي فكرة شوي أوريجينال فيها منحكي فيها زبائي وهاد ونفس الشي على الأمح ما في كرتال للأمح كمان هاو دي كرتلات وهالكرتلات استفادت من مقاس العالم ما بصير نرجع نحنا كمان من ها المصاري اللي مجمع على لبنان عبر هاي مثل الدهب المليار دولار مثل ما قلناك عبت بيع الدهب نفس الشي اني هاي دي كان لازم تحتفظ فيهم وتخليهم تشوف شو بكتعمل فيهم شي فعلا مستدام مثل ما لقالوا البيان الوزاري مضبوط لازم تكون مستدام بس لجأنا لشراء الوقت وللحلول السهلة وبعدنا مشي فيها سؤال كنت سأل هي عادة الكازينو كمان نعم استيجواد لو ما تصرفوا من هاي دا المبلغ من وين كنوا كنوا يصرفوا من الأحتياط نعم هون هون بيجي بسرع انا انا دعمت بالكهرباء وانتي دعمت بالكهرباء طبعا ما سيكت انا طب انا انا بيتي اكبر من بيتك ممكن سبع مرات تنقول وانا ماني بيحاجة للدعم بدفعهم بس طب اندعمت انا على 20 سنين طب شو عملت انا لبلدي لمن بلدي وقع سيارتي اندعمت بالبنزين وانا ماني بيحاجة طب انا ما حالة بيجي ما منجي بنقعد مع بعض ما تباكيني انا الكرتل ما تباكيني كرتل يقولك شوي زيادة هو ذاته هيدا اللي عم تحكي عنه ما بعرف منه هو ذاته عم بيشوف كيف بده يقشطني مصرياتي اذا موجودين بالدواء وبالامح وبكل الامكانيات وبالطبابة وبالمستشفى وبالتعليم وبكل شي هو ذاته هيدا هو ذاته لانه هيدا ولا مرة فكر إلا شو بده يستفيد من البلد ما عم بيحكي عن الكل بس بأغلبهم هيكي هربوا مصرياتهم سريع على الانفعاد معناتا نحنا هربوا مصرياتهم شو عملوا معناتا اي لبنان نريد اي لبنان هذا السؤال هلا لما بيجوا بيقولولك انه نحنا ما بنا نحط مثلا ضريبة على هلا اذا بروعنا على لندن اذا بقعد بسنة من سنين اكتر من ثلاثة شهر بدفع ضريبة بصير انا مضطر ولو انا بش انجليزي وغير مقيم لاني انجليزي بيسبحولك شهرين ثلاثة انت بيعتبروا سايح وعم بيستفيدوا منك بعد ما انت عم تستفيد تفضل بفاع في الفكرة اللي هي موجودة وهلا ان شالت يمكن من الموازنة وفي نقاش عليها انه قصة اللبناني المقيم واللي عنده شغل برا يدفع على المصريات اللي برا يدفع على ويدفع على الاخر هلا هون بيجي الطرح ع الطريقة الامريكية اي السؤال انه بيقولك اللبناني اللي اعني انه انا حتات مصرياتي عندكن وراحوا جايين هلا تدفعوني ضريبي كمان هايدي الفكرة الاوريجينال هايدي الفكرة الاوريجينال اللي بدي اقولك ايها غير اني انا رد للكهرباء الدعم تابعون البنزين الدعم اذا ردو انا ولي مثلي اللي قادر انا ما عم بقول حدا لا هو مفروض ينعرف القادر مش قادر اي بيناعمل ضريبة محددة مش علي خسر مصرياته بلبنان اللي حول مصرياته اذا انت مش قادر تجيبه كلهم بنقشوك ايه ما في حالة فيه يرد بس قادر تعمل ضريبة الجواد حول خمسمائة مليون دولار حطهم برا وعن بيقبض على اي وفيدي تفضل فيه عليها ضريبة وعليها اكتر من ضريبة عليها مئة شغلة فيك تركبها بالانون ما عم نتعدى اولا عم نعمل تفضلوا يا شباب هاي طريقة تفضلوا نقشوها اسهل شي تروح تاخد من حقوق السحب هاي اصحب السيد زواد مبارحب بمجلس النواب ما كان ما تروح على الضريبة على الاغنياء والفقراء شو صار فيه شو صار فيه ما تم الغاءة ما حدا ندق فيهم طيب بي فإذا نحنا مقررين انه هذا البلد بده يكون قوتيل خمس جوم للناس اللي بده تتمتع فيه وتقعد وهودي ما بيدفعو يعني هودي بيقبضوا من الاغتيل يعني هن ال وفيه بالقلب الاغتيل فيه عندك الكازين وعندك الاغتيل هلأ صار عندنا كازين وفندق هلأ وفيه وفيه كلهم أجواء سياحية أجواء سياحية جدا وفيه الكنسيارج وفيه اللي بيعدم الأكل وفيه كلهم يعني نحنا فينا نكون شي محل هون يعني يا قاعدين بالغرفة مبسوطين سويد طويل عريض يا غرفة صغيرة يا عم نخدم على الطاولة فهيدا الشي اللي هيدا النقاش لازم يكون نعم والغريب انه مصار في حديث هلأ أسئلة سريعة بجملة نعم أمام المتحدة في جمعية عامة لبناء رح يكون موجود بشي حل بشي إشارة أكيد لا أكيد لا فيه بتاع في أنت اللي بيقول اللي لم تكن أنت زقبا أكلتك لا إذا أنت إذا أنت ما لقيت حلق على الطاولة معتا أنت على المانيو معتا أنت على الكرت نحنا على الكرت نحنا على بناءونا الشباب بيقولوا شو السؤال الثاني يلي هو كمان بإطار سريع الرئاسة في رئاسة في حوار المنطق هلأ الحوار هلأ المنطق الحوار أكيد لازم يكون حوار على الشي اللي عم نحكيه هدا اللي حكينا أي لبنان بدنا أي لبنان بدنا ونفوت بلاش صار معنا هيك ونفوت بوش حوار إنه بدك فلان أو بدك فلان بس ما حدا بيتحمل المسؤولين بالعمق هاك لازم يكون الحوار إذا بدي يكون بس بل كمان بالعمق إنه ما بيصير حدا يقول ما بدي حاور يعني حدا بيقول حاور خي ماشي الحال عدوا على الطاولة وصبوا بعضكم بس عدوا مع بعض يعني إنه هدا البلد كلكم عم تتغنوا فيه وعم بتقولوا هالجوهرة هايدي طب دمرتوها وعملتو فيها طب شو إنه عدوا عدوا مع بعض أكيد لازم يعدوا مع بعض بس مش يعدوا مع بعض طي يقولوا حكي يفوتوا بهال بركي بعيطورنا في انتخاب رئيس بال المرحلة المنطق بيقول لا بس في عجيب إيه البلد فيه عم بقولك في عجيب بتصير بس خلبي يقولك انتخب الرئيس انتخبنا الرئيس بكرة وتقتلنا مي بدو يعمل رئيس حكومي وتقتلنا على الوزراء عنا أكتر من مئة موقع أساسي حساس فئة أولى ومواقع بالأمنية وغيرها هي شاغرة منذ سنوات في منها هيتحصصوا فيها أو لا ما رح يجو إلا ما رأي يتحصصوا معناها ما عملنا شي بعدين نحنا الانهيار ماشي يعني نحنا هلأ لو شو مع هلأ أعتقد مع التشدد مع الحاكم بالإينابي هلأ صار شي يمكن صار فيه شي 80 مليون دولار ما في يتجنب ما يصرف مئة مليون بالشهر أو أكتر في الرواتب وفي الدواء لأنا ما عم نفكر بطريقة تانية ما عم نفكر بشي خار نحنا معتبرين تفتكر أنت بأزمة بحالة كارثية بتصرف بطريقة غير اعتيادية غريب بكل العالم بيصير في كوارث كل الشعب بيهب بيعمل صندوق عام بيتبرعوا من الخارج بيتبرعوا دول حداً بيدير مش الدولة حداً بيدير هيدا لصندوق مش الإنقاذ هون الكهرباء وهون الماي وهون الطبابة هون إلا بلبنان لبنان شو صار في تجربة أياما رئيس الحود بتذكر بتذكر جمعوا دفعوا اللبناني وعادوا تعمير لمحطة الكهرباء اللي ضربتها إسرائيلة هيدا عم نحكي بالالفين وستة طيب فمعناها اللبنانية مستعد هلا بس نحنا مي خطب اللبناني فعلاً بصدق ما نحنا رحنا عم نشحق نحنا بللشنا وبعدين هيدا اللبناني ما عنده ثقة فيك ما عنده ثقة لا بالنظام المصرفي ولا بالنظام سياسي ما أقول الدولة اللبنانية يعني إذا انت ما جبت ناس أصحاب ثقة المواطنين يتطلع لهم يكون مشروعك هون وطني لا يا مقاف ولا دولة بالخارج حاطق قصدق زنحنا بغناء قصدق طبعاً، بدي أين شكرك مؤسس الدولية للمعلومات الأستاذ جواد عدرة على هالحوار ما غمقنا بالسياسة بس حكينا أهم من لسياسة حكينا عن حلم رح نعيشه وقتا يتحقق لبنان وقتا نعرف أي لبنان بردان شكراً لإلك شكراً حجوب شكراً لأصدقاء المستمعين والشكر أيضاً للزميل كيفورك